أبو زين عبيد ياسين في جلستها الثانية للدورة العادية الأولى استكمل مجلس النواب انتخاب أعضاء لجانه النيابية الدائمة بعد أن انتخب أعضاء اللجنة القانونية والذي ترأسها بالتسكية رئيس مجلس النواب السابق عبد المنعم العودات بحضور الرئيس وانتخبت الزميل المحترم عبد المنعم العودات رئيسا لها والزميل غازد نيبات مقررا رأينا اليوم في تحت القبة جرت كذلك انتخابات المالية والاستثمار وكما تعلمون 11 عضوان في كل لجنة تم اختيارهم أو انتخابهم كأعضاء في هذه اللجنة واستكمل اليوم النواب انتخاب كل من اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار في حين تم انتخاب لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة بالتسكية الاستثمار عندنا يعاني من اختلالات قانونية كبيرة جدا بحاجة إلى تعديل التشريعات بحاجة إلى انه انوحد الجهات التي تمنح الموافقات على هذا الاستثمار وبالتالي احنا في اللجنة الاستثمار سنعمل جميعا كفريق واحد على تعديل التشريعات الناظر من عملية الاستثمار ومن ثم تشجيع الاستثمار والتلاغم مع القرارات الحكومية التي تشجع الاستثمار وسيستكمل المجلس في اليومين المقبلين انتخاب لجانه المتبقية وهي الشؤون الخارجية والإدارية والتعليم والشباب والصحة والبيئة والزراعة والمياه والبادية والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان والطاقة والثروة المعدنية والسياحة والآثار والخدمات العامة ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان ولجنة فلسطين والمرأة وشؤون الأسرة